بحياتنا بحياكم والله سلامتكم اليوم ساعدات مختلفة والوان مختلفة كل ما يحبت الوان كل شي جيدة انا احب شعرش وشعرش كل شي جيدة لانتظرين الوان سمبو فاليوم اعتمد السوت اللي يكون رسمي اللون الهادي اعتمدت الاضافر الاحمر والحمراء كل شي جيدة انا قبل قلت لانه شعرش كل شي جيدة حلو حبيت الوان وتباركت لازم انت تغيرين بشعرش بعد الحلقات القادمة اريد انشوف جدائل اريد انشوف كعكة اريد انشوف بوناتين ايه كعكة حلوة اللي هي الكوبة انا اريد انشوف بفاير اريد انشوف حركة اريد انشوف شعرش مثل ماري بانزل ايه شعرش طويل ايه شعرش طويل لهذا السبب اليوم عندنا فقرة عن الشعر واهميته لانه تبارك سويت النواهس ما شاء الله نعتيني في شعرنا شوي ابتعدنا عند الاصباغ وكيف انو نستخدم الزيوت بالمنزل عندنا والماسكات وشلون احنا نصبغ شعرنا ممكن بالمنزل لانه ممكن اكو في الطرق خاطئة تحرق الشعر يعني اجيب الاصباغ اخبطهم اخليهم او اسحب تأدي احنا حتنا من البنات المحجبات انو العناية بالشعر تكون لازم يعني كل شو الموضوع صحيح احنا نتناقش قبل شوية قبل البرنامج بما انو مواضيعنا اليوم شنو فتنا نتناقش انو العناية بالشعر ثاني دا اقولها انو العناية بالشعر البنوت المحجبة اكثر من البنوت السافرة لانه هو دائما يكون ما معرض الهواء ما معرض انو فروة الراس تتنفس فاكيد دائما احنا نعاني اكثر لانو عناية لازم تكون مبعفة نفس الوقت يكون على تسريحة وحدة فياخذ قالب بسرعة فترة طويلة يبقى على نفس القالب نقدر نقوله هو ماكو يوصل ليه فروة الراس هو بس الشعر اليوم الى حصة البشرة هم مثل ما تشوفون وشاهدون مشاهدينا انو سمسن بشرتها اليوم تفاحة وردية انطقموية الاوتفت مالتت طبعا اكو اسباطها ما جدي البشرة وردية هايش غير البلاش والتنت لا لا اكو عناية منزلية خطوات بالمنزل واكو عناية هم ايضا بالمراكز والانجكشن الحقيق انا لاحظ انو خدود استفرق وجهه يلمع لما يعني سيتنا نظارة انا متأكد انا منبو على وجوح سيتنا نظار نفس الوقت انو السفينكير اكثر شي بالبيت اكيد افضل اكثر يعني اكو بنات قليلات يمكن بسبب الميك اوب اكيد خاصة اللي دعم لازم ضروري بس هم نرجع ونقول انه هو النظارة الهايدروفشال الاشياء اللي احنا نسمي تضيف بشرة عمية اكيد ضروري نسويها اكيد كل بنوتها من عندنا وعدها روتين معين تستخدمها بالمنزل حتى تحصل على نتائج تكون مرضية ولمعة وتكون بشرة مشقة اكيد مليانة كلها لمعة ونظارة مثل بدنا نشوف بشرة سمسمة طبعا يا ديلو احنا لازم ننوها عن فقرة كلش مهمة قبل لا نطلع فاصل قل لنا الفقرة اللي تنوهين عنها مثلا انت بشرت ايش تختلف عن بشرت 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 تختلف عن بشرت بارك تختلف عن بشرت استبراك فاحنا لازم نعرف شو نوعينة بشرتنا حتى نعرف الروتين الخاص بكل بشرت عشان ذو هذه النقطة من الخبيرة اذا مشاهدين مستمرين معكم لكن من بعد الفاصل مساء الخير مرة اخرى مشاهدين اكيد نبلشين اولى فقراتنا لليوم مثل ما نوهنا عن فقرات برنامز نفانيف اليوم ايضا الضيوف جدد والفقرات ستكون مختلفة لانه الشعر عندنا والبشرة والميكوب كل تفاصيل من تقتصر او نقدر نلخص لكم اهميتها وسلبياتها وايجابياتها في فقرة وحلقة واحدة مستحيل اكيد مستحيل فاليوم نورتنا الكوافيرة غلى ما شاء الله اسم على مسمى وضافت لنا كثير من المعلومات اكيد رح نصريفها احنا وياكم مشاهدين ونتعرف على كل التفاصيل وشنو الالوان الدرجة هذا الموسم احطاء اللي احنا نتجنبها بالضبط وشنو مثلا القصاتهم رايسنا انهم حصة كبيرة ايضا رح نعرف شنو قصات الشعر شنو التسريحات المناسبة لكل بنته وضروري اهم اكثر اكثر شي نهتم بالشعر كمعالج ضروري ورا الشيسوار ورا الصبغ شعر حتى اكثر شي اللي شعرها متقصف دائما اكثر شي هو تعرضها للحرارة فأكم معالجات تقدر هيسوها بالمراكز او بالبيت حسبها بنوعية للشعر حتش نبيها هوا يعني الالوان اللي تناسب حسب كل بنيوتها و بشرتها وحتى التسريحات همين حانيا بها الفترة يعني كل التسريحات موسمة عراس اكيد تبارك خلينا نعرف شنو انتي راتين العناية في شعر وما ان شعرش ماشاء الله تشهالثي وصحي وحلو صراحة يعني اني ابتعد هواي عن الشيصور مو دائما يعني انه طبيعة شعري اصلا مهيتي فابتعد عن الشيصور وابتعد داحا ونعني الاصبغ لانه هاي الفترة يعني دا استثمه هواي حبت هواي استثبغ اي دا اصبغ الفترة انا حبيت اللون طبعا انت ذا تركزون انه هي مغمقة شوية من اللون اي كان اللون وشعري افتح بس كل ما حبيتها بس كل ما حبيتها حتى تتشناطيها نظارة للبشرة وضوية ديلا احنا ما يحتاج نحتي عن شعر لا لا تحسون احنا بكل حلقة لون شكل وشعر لا بكل حلقة حبايبي اذا تعرفون ديلا الصبوح شعر شعر هذا عن هذا علاج الشعر هو غلط لانه علاج المحجبة يمكن لازم تدخ عليه اكثر من الساحر يحتاج تنفس اكثر اي صح لانه هو مثلا في عندنا بنات او صبايا او نساء موظفين او هيك يهملون الشعر حاطين الحجاب من الصباح للليل يعني رح تكون الضغط على الشعيره او الضغط على البصيلة فهيتكون اكثر ضرر هي ما رح تتعرض للشمس ما رح تتعرض للهواء ما رح تتعرض للمي بشكل صحيح فهيكون الضرر عليه اكثر من السافرة تمام فلذلك انه لازم احنا نلجأ لمعالجات الشعر اليومية على فكرة اهم من الصالونات تمام لانه مثلا بعض الاحيان البنات يقولوا نعمل حمال زيت وها هي خلص صراحة انا بالبيت استخدم زيت جوز الهند الطبيعي واخلي وياها مثلا شنو عندي مثلا حمام شعر الي هو يعني ميكس اسوي بسيط مثل اسبوع مرة انه نحافظ شوية على الشعر صحيح يحتاج الزيت جوز الهند او زيت ما بعرف كثير اشياء الزيوت كثير البناتين جاؤوها كعلاج هو هذا الشي غلط يعني انا اول غلط يعني انه هو العلاجات بالبيت المتزيوت الطبيعية تفيد او ما تفيد هي تفيد بس مادة خام يعني احنا كثير عندنا ايقامات لاني سماعت هم من جوز الهند يخشن هالفترة الشعر مثلا زيت جوز الهند اكتر من زيت الحية هن ليش يستخدم مثلا عملوا و المدينة الزيت و حمام الزيت يمكن اخاف على الشعر طبعا اخاف احنا ما نصير دايركت نخلي هاي المادة خام على الشعر حمام الزيت اللي يعدي بالبيت اخليه مكس ديوت حتى لو كان اوكي بس لازم انه نكون فترات متباعدة لانه هاي الشعر كلش مختنق بالنهار احنا نجيب الزيت و نخليه عليه فحتشوف انتي اول يومين حتشوف فرق بس وراها بس ينشف الشعر حتشوفه نفش اكتر يعني فالأطبال اي طبعا اي اي بس لازم انه احنا مثلا نلجأ للمهالجات افضل من الزيون الطبيعية اوكي خلي زيت بس بكميات قليلة و متبعدة طيب شلو تنصحينا احنا و كل مشاهدينا اكيد كيفية العناية بالشعر كصالون شلو المعالجات اللي حاليا متوفرة لانه اغلب البنات مثلا اكو معالجات معينة يعني ما تنفع انه نستخدمها الشعر معين لانه احنا مثل ما نعرف انه انواع الشعر مختلف فاكو نوعية معينة مثلا الشعر الدهني اكو نوعية معينة للشعر الجهر هو اكتر غلط عم يصير انه تقول انا استخدمت هذا و استخدمت هذا و استخدمت هذا و عندها مثلا نزافونة قالها انا استخدمت اكثر من نوع معالج و مش فت اي فرع الغلط كان انه هي ما تستخدم المعالج المناسب للشعر يعني المعالج المناسب لمشكلة شعرها نعم مثلا تستخدم معالج شعر دهني لشعر جاف معالج شعر جاف لشعر متساخر اكو كل مشكلة بالشعر لها ايتم خاص فيها فاحنا لازم نختار ايتم الصح حتى نحل هذه المشكلة. أكيد طبعا. زيان البنات اللي شعرهم كيرلي أو ويلي بالأخص الكيرلي يعني. طبعا نفس الشيء اكو معالج خاص للشعر الكيرلي. يعني اكو ايتيمات خصصوها خاصا للشعر الكيرلي يعني. مثلا انا استخذ مثلا المعالج الشعر الليس نستخذها شعر الكيرلي ما حتشوف اي نتيجة. صحيح. كأنما يعني ما عملت اي شيء. أكيد. فهذا الغلط اللي عم يصير مع كل الصبايا ومع كل البنات. طيب. لازم نختار المعالج الصح للمشكلة الغلاط. طيب. خلينا ننتقل شوية بما انه هسا موسم أعراض اللحظة كثير من البنوتات هسا أقبال على مواسم الأعراض. إذا كانت هي عروس أو معزومة. فشنو أكثر ألوان درجة هذا الموسم لأصباغ الشعر. أصباغ الشعر احنا تعرف هي. عنا البنات اللي هلأ طالعين. وعنا الصبايا. وعنا الكبار بالعمر. عنا الكريزي كيلر اللي هلأ عم يختاره كثير من البنات. مثلا الوردي الأزرق الهاي. هلأ عم يختاره صنفه من الصبايا اللي هلأ طالها. حنا الكبار بالعمر دائما يختاروا الأومبري والهايلايت واللولايت. لحتى يضيعوا مثلا الشيب أو يضيعوا شيء. أما اللي بدنه صار المتوسط. كثير هلأ دارج اللون الواحد. يعني مثلا الواحد اللي لاحظ أنه البنيات اكتسحت الساحة هذا. البني ساندري الجوزي وأنه حاسي. أكثر شيء حالية عم يجي. والطلبة بنزبة هان عم يجي على هاي الألوان. صحيح. يعني اللاحظ أنه كل فترة ديصير أقبال على لون معين. يعني يعني يصير هلأ مثلا ترند. يعني عندك اللون العسليات والجوزيات والميلع الشقاط. نقدر نقول أنه هسا أغلب العرائس قاموا يلجأون للون الطبيعي. بالضبط أنه يلجأوا للون الطبيعي. نعم. إذا لاحظ قبل أنه كان أكثر يسهم البنات. ميش. ميش يستخدمون العرائس. ميش. هلأ لا يعني أكثر العرائس يروحوا للون الطبيعي. صحيح. للون النحاسي. نقدر نقول. أقل من الأحمر. يعني الأحمر لا. أقل لي اللي نحاسي. نحاسي لكن ليس على حمار. على بنيات. نحاسي على بني. على شقار. أي. اللو لايت والهايلات يعني التخصيل أو الميش بالصغة العامة. أو الأمبري. أو الأمبري. عم يختارون شوية الكبار أو أصحاب اللي عندهم شاب. لأنه تعرف كترة الصبغات هي مادة فورمال. صحيح. أو مادة يعني. حتى يمكن من يبدي شاب. فيها مادة تحنيت. لديك مادة مضادات أكسية. هي مادة مؤكسدة للشعر. يعني أصفر ممكن. يزيد الشاب. هلأ مو قصة أنه يزيد الشاب. نحن عنا لكل. يعني أغلب البنات حالية. نقدر نقول الفروة تتحفز أكثر. بس الفروة حتتحفز أنه هي مثلا. تجففها للشعرية. تعبد التقصر. ما هو أسباب الشاب المبكر؟ يعني مثلا. هالساني لم أردت أنه يطلع لي شاب. بس لأنه أنا أصبغ شعري. كثير من أنواع الشاب ورافة. نعم. يعني أحيانا تلاقي البنت عمرها 15 سنة طلع براسة. بلش ورافة. صح ورافة. وفي من هن كتر صبغة ومكتر معالج ومكتر شيفة. فهي الشعرية هي. نحن من نمسك الشعرية. أكي. رح نقصها ما رح نحس فيها. لأن هي جزء ميت. أعرفتشو؟ هي أصلا جزء ميت. نحن نتعبها من كتر اللي حي نحفز. أنه الشعرية مثلا. الشاب هيكتر. أكي. المعدة الميلامين حتخفض الشعر. حتقصف حتجف. بالتالي حيتعب الشعر. نحن سامعين أنه اللون الأسود بالعادة أنه يحفز أن الشي بيطلع. صح؟ طول ما أنت حطيتي مادة أو لون بالشعر. سيحفز كل شيء. سيحفز لكل المصائب اللي تفون بالشعر. حتى ما نضم اللون الأسود يعني. لا. هو كل الألوان يعني. كل الألوان اللي نحن نعملها رح تعملنا مشاكل بالشعر. فالأفضل أنه نخفض. لذلك أنه صاروا البنات وصارت عنا تريند. أنه إحنا ما نعمل هايلات أو أمبر أو شيء. كأقل ضرر أنه نحن نحمل اللون واحد. يعني يمكن حتى نبتعد عن القصر للشعر. القصر هو الأقل ضرر أنه نعمل اللون واحد. اللي هو فينا نطلعه بس بدون سحب أو قصر. طيب بما أنه جبنا طارق القصر. فلازم ننوه عن شغلة معينة. قد القصر رحيبة. أكو قصر بارد هسا حاليا أو السحب على البارد. أهمينا عنده بآثار. بس نلاحظ أنه هو آثارا نقدر نقول شوية أهون من القصر العادي. فريد نعرف شوية تفاصيل عن القصر البارد. القصر البارد. المادة شوف هي رح تكون نفس المادة اللي نحن رح نخليها لبلوندر. بس نرجع للأكسجين. الأكسجين هيكون فعالية أكتر. يعني مثلاً لدينا السحب الحار أو السحب الحامي أو القصر العالي. اللي يخاف الشعرايا تحترك. اللي هي رح تضل ساعة أو أكتر. حيكون مثلاً بساعة أو ساعة وشوي حيضل بالشعر. الخصر البارد حيكون على المخسلة. يعني رح من أول شيء أكسجين أقل. رح نخلي مي على الشعرايا لحتى ما تتضرر. نرطب الشعرايا ووراها نعمل بما يسموه بلياج اللي هو غسيل الصبغة. يعني حتى وقتها يكون أقل. الوقت حيكون أقل أي صحيح. يعني ما رح يكون مادة مثل الأمبريا والسحب والهايلايت. مثلاً ساعة أحياناً زبونة يكون شعرها عنيد ساعة ونصف. صح، تكون الشعرايا كثيفة. هيتستخدم يعني للألوان. بس بنفس الوقت هو بدل. لكنه هو الغسيلة الصبغة يستخدم للألوان الهادئة. مو للألوان اللو لايك. يعني قدر نقول للألوان اللون الغامق أو الأحمر ما يستبعد شوي. للأحمر يكسر لون. إحنا مثلاً تجي زبونة مثلاً مخبصة كثيراً بشعرها. يعني عاملة بني وعاملة أحمر وأهلة. فإحنا نعمل القصر البارد اللي هو غسيل صبغة على المخسلة. لحتى نهيئش إنه يكون كله عن نتيجة هنطلق لون واحد. لون واحد. منوحد اللون. بالضبط هو هذي يعني مو أكتر من هيك. أما تروحي على الألوان الفاتحة لا. لازم نصحب القصر الحار. بس بكل الأحوال إحنا نعمل تيست. لازم نبلش بتيست. حتى شوف الشعرية تتحمل أو لا. شوف الشعرية تتحمل أو لا وراها نشتغل. حلو. يعني مثلاً نعمل تيست قديش تتحملت الشعرية. نصف ساعة وربع ساعة. وراها نعمل للشعرية. نطبق هذا الشعر كل الشعر. بالضبط حتى لا يتضرر الشعر. أكيد. طيب بما أنه السعرية سنقل لهم حصة كل شيء كبيرة برنامجنا هذه النوع. هلأ موسم العرائز. موسم العرائز طبعاً. فأكيد هسا كل اللي داي تابعونا حابين يعرفون شلو نوع التسريحات اللي حالياً دابجة. نلاحظ أنه بالآوان الأخيرة التسريح. اللي كلاس حتكون أكتر يعني. يعني قدر نقول نتحكم بها حسب الفستان أو لا أكون قصة معينة أو تسريحة معينة. هلأ بالنهاية بالأخير أنت تعرفين أنه إحنا طبقات النارس. أذواق مختلفة أكيد. يعني أذواقهم مختلفة. أعرفت الشيء. بس اللي كاسح الساحة مثل ما تقوله هلأ. اللي أول شيء اللي كلاسي يعني أكتر العراي السيدم. عملوا لبس ويدي وحركة بسيطة من قدام. صحيح. يعني ما تحب الأوبار وترفع شعرها. صحيح أنه لازم أنه شكل الفستان له أهمية كبيرة أنه أنا أكون رافع الشعر أو منزلته. تقدر نقول مثلا الفستان الصدر ماته مقفول يحبت أنه إحنا نرفع الشعر حتى يبرد. حتى لو مثلا صدر الفستان مقفول إحنا والعروس إجت قالت بدي أنه أنزل شعر. فلازم أنه الشعر من قدام كل يكون مرفوع. مسحوب نعم. فسننزل من وراه على طلبها. حتى يعني. وفي بنات لأ رفعوا لي رفعة كاملة. نعم. وفي بنات لأ يعني لازم أنه ينزل الشعر من هون ومن هون حسب هي قناعتها. يعني نجي نقول. بس يعني رأي عام الأغلبية. الأغلبية نعم. الشيء اللي كلاسي اللي هو نازم. السمبل البصير. نصايحة شل العراس يعني أنه التسريحات اللي يسوها. نحن مثلا نتجي عروس تقول أنا عاجبني هاي التسريحة. نحن أنصح أي عروس تركيها للكوافير. لأن الكوافير مارع على وجهه أكثر من وجه. صحيح. مارع على وجهه أكثر من ديزاين. فهو رح يختار الشيء الصح لألك أنت. صحيح. أكيد. يعني مثلا نتجي تزابون بدي هاي التسريحة. أنا أنصحها أنه مثلا الرفعة أو. طبعا الأمانة. أنا غلى مجربة شغلها. ومارضة من الأمرات. شكرا. لقد قلت لي تسريحة. أنا لقد قلت لي مقتنعة عنه. لا تلوق لي غلب. قلت لي خليها علي. وللأمانة اللي حد الآن أحكي في هذه التسريحة. لأنه أنا شعري ممنوع اللي يثبت. هي تعرف. وثبت عندي التسريحة أن هذه المناسبة ما تحركت. مع العلم أنه أنا رحت بحجاب. وهو رأي الكوافير بغض النظر إن كان أنا أو غيري. رأي الكوافير أهم. هو كل مهم. أنا دائما من أروح صالون أنه يقول لي مثلا. ينصحني الكوافير. أنت شنو تريدين أو شنو حابة. أقول لي أنت. أنت اللي تشوفه شنو. حتى كميكب يعني. وكشعر بالكامل. أنت اللي تشوفها شنو مناسب إلي. صحيح. يعني أنا وياك حكون. حابة سألت. أنا. شنو يدوقي. أنت نعمة. كثير. ربتي. أشياءات الأوبر اللي هتكون بالشعر بالنسبة للتسريحة. بالنسبة للتسريحة. بالنسبة لللون أبدا ما تلعبوا باللون. لأن شعرك كثير مناسب لألك. أنا اليوم قلت له هذا الشي صباح. لا. بالنسبة للتسريحات. دائما نختاري التسريحة اللي قللها. لأنها ليست ويفي ريترو. الوايفي سيكون فيه نفس شوية. صحيح. الشي سمبل. الشي سمبل. لأن وجيش نعم. لأن شعرها كثير. يعني هسا نقول تبارك. نشوف هايتي بلق العروس. شي سمبل وبصير. هي حلوة تبارك. نعم. نسألها كل شيء. زين. إذا تجيش بنوتة شعرها قصير. شنو تنصحيها تسوي خصوصا إذا كانت مناسبة. نحن فينا نلجأ إذا كانت. تسريحة مرفوعة شوية أو ضحة. نعم. نخلي لها إكستيشن حسب كثافة الشعر. ممكن نخلي لها قطعة وممكن نخلي لها قطعتين. حسب كثافة الشعر أنها رح تكون التسريحة حلوة كثير. وما رح تبين. تمام. يعني هم أغلب البنات يتخوفون من الشعر القصير. شو نسوي التسريحة؟ يعني عام يجينا شعر أكثر من الولادة بشوية. وعام نضيف له. حلو. عشان تقيدكم. وما رح يبين إن شاء الله. حبيبتي قال أنا ورتينا اليوم. أكيد إحنا استفادين جداً معلوماتك. شكراً حبيبي. ومتأكده على رأيسنا ومشاهدينا أيضاً استفادوا من معلوماتك. لأن البشرة الدهنية. طبعاً كلنا نعرف عن البشرة الدهنية. على طول متحيزة. على طول متحيزة. فدائماً تتحيز أغلب الأسئلة. لا لا فعلاً أسئلة أصر أكثر بشرة. بشرة يعني هي. بشرة. بشرة تحتاج بشرة. بشرة الدهنية. أكيد بها سلبيات و بها إجارة. اللي يتعاملوا إياها صح رح يحبها. يحبها. عندنا بالصيف أكيد البشرة الدهنية. جماعة لي. بصحاب البشرة الدهنية. أغلبنا يعني كشعوب عربية. نعم. بالعراق خصوصاً مثلاً بالجو الحار. تزيد يعني البشرة الدهنية تكون بالضبط. فرازات الدهون. ممكن يصير عندنا حبوب تأثر على التصبغات. همينا زيد التصبغات لأن تعرض البشرة للشمس ويد دهون موجودة عليها زيد من التصبغات. وهمينا يتوسع المسام عدنا. فعدة مشاكل تبرز بفصل الصيف. نعم. طيب شنو الحلول اللي نقدر إحنا نتلافى بها هاي المشاكل أو شوية نقلل من الحد من عدنا. تمام. بالنسبة للحلول عدنا إحنا طبعاً شغلة كلش مهمة المفروضة الناس يعني تتفهمها. إنه إحنا ما نقدر نعتمد على جانب واحد كحل. يعني مثلاً أكو يلتزمون بس بالضبط. أكو يلتزمون مثلاً بس أنه أنا أحقن أبرت نظارة راح يعني تحميني خلال فصل الصيف. راح ترطب لا. لازم أحنا. بالضبط. أكيد كلش خاطر. أي فلازم إحنا عدنا روتين يضمن واقع شمس. نعم. يضمن غسول مناسب النوع على البشرة. يضمن ترطيب. فعلا. أي شيء أكسترا كفيتامينات سيرامات هاي شيء أكسترا. إحنا عدنا أهم شيء هاي الأساسيات. نحافظ على البشرة. بالضبط. وبين فترة وفترة وممكن نسوي تنظيف بشرة. ممكن نسوي أبرت نظارة. راح نحافظ على البشرة. هناك معلومة أهمية ما نعرفها. أنه أغلبنا يجهلها. أنه أبرت النظارة. يريدون أن نسوي أبرت نظارة هي أولاً دقمة لازم تندس. صح. وثانية لازم تروح. فالمعلومات شون صحة حال. شون صحة حال. أدنا أبرت النظارة شون الوجبة الصحية اللي إحنا نطيها للبشرة. هي هذه الفكرة من أبرت النظارة. يعني الآن إحنا مثلاً التزامنا اليوم أكلنا أكلها صحية. أنا رأساً راح أضعف له. رأساً راح يعني لا. لازم استمرارية. الفائدة بها المدى طويل. يعني مثلاً الشخص اللي يلتزم بجلسات نظارة. الشخص مثلاً عمره 26 حالياً. اثنين بنات. واحدة ملتزمة بروتين. وأبر نظارة. والثانية لا. من راح يوصول مثلاً العمر 40. راح تكون الليبنائي اللي كانت ملتزمة بنظام ذين. وبرنظارة ببشرة هالثي أكثر. تجاعدها أقل. حتى عمرها يبين أقل. فهي هاي الفكرة الإدامة والاستمرارية. وكن نظام حيات. طيب. هي مثل النبتة. بضبط. نزقيها. بضبط. إذا عفناها وهمناها راح تقومت وتذبل. أكيد. فإذا بقينا نزقيها بطريقة صحيحة. وكميات مناسبة لها راح نشوفها أنه هدامة متملة. كل شيء بالحياة. نحب العناية والاستمرارية. بضبط. حتى الكلام الطيب. ترى احنا حتى أشخاص يعني إذا على طول ما تسمعين كلام طيب من شخصة المقرب. صحيح. يعني سيسا ما صار لها شقد ما قالت لي كلام طيب. أنت الخبر حبيبي. شكرا. شكرا. بضبط. كل شيء بالاستمرارية تأتنين به راح تظلين محاضة عليه مثل ما هو ويبقى جميل. صحيح. طيب. خلينا نتكلم أكثر عن أهمية عندنا الخطوات المنزلية. يعني ممكن أكثر من الأشخاص ما يقدرون على طول كل شهر تراجع المراكز حتى أنه تعالج بشرتها أكثر. صحيح. ما هي الخطوات المنزلية؟ حاليا كل سيدة شاهدنا تقدر تتبعها وهي من منزل حتى تحافظ على بشرتها أكثر. طبعا أول خطوة نلتزم بها يعني هي واق الشمس. هذا الشيء كل شيء مهم. يعني قلت لك الروتين عندنا أهم ممكن من حتى أبار النظارة وهي الأمور. هاي أشياء تكميلية. فإحنا أهم شيء عندنا الأساسيات. نعم. اللي نلتزم بها. اللي هي نلتزم بواق الشمس. الغسول مالتنا. الغسول حسب بنوع البشرة يعني هالنخطقهش ضروري. كل شيء يعني إذا أنا أستخدم مرطب قوامة ثقيل. نعم. وبيزيوت مثلا على بشرة. أنا بشرتي ذهنية أو مختلطة. رح تصر عدي مشاكل. فأني لازم يعني تكون خطواتي مدروسة. صحيح. شون. شوية نتجنب هاي الأمور. الخلطات مثل الاستكرابات هاي اللي بيها الشكر وقهو. هاي تكون كل شيء قاسي على البشرة. نوهتي هنانا دكتورا عن الخلطات. بطبط. لاحظ بالفترة الأخيرة كثير من المشاهير. أو كثير من أصحاب الشركات الخلطات. ديروجون عن هاي بسبونسور كل شيء يعني مخيف. صحيح. تلاحظين أنه استخدام هذه الخلطة بعد ما يتركها تصير عندها مشاكل أضعاف المشاكل الأولى اللي كانت عندها. صحيح. أسبابها. طبعا إحنا يعني كدوام بمستشفى أو بمركز تجميل يعني دائما نعاني من أشخاص عندهم تصبغات صعبة كلش. سرب. أغلب هاي التصبغات سببها الخلطات. الخلطات. الكورتيزون. الكورتيزون هو سحر. استخدام بياب. توحيد. وردية. يعني خلال فترة الاستخدام التي تكون غير مدروسة لأنها خلطة تجارية. بدون مصطبية. أكيد. بالضبط. فإحنا هو السلاح ذو حدين. يعني إذا أنت تستخدمه من طبيب جلدية يعرف الكمية المناسبة ووقت المناسب. بالضبط. مفروض هنا تكون أكون رقابة من نزارة الصحة على هذه الخلطات لأنه يدمر بشرتك. بالضبط. حال حال يدمر. يدمر البشرة ممكن حتى يؤثر على السيستم الجسم. إحنا كل شي نخلي على بشرتنا يمتص الجسم. فعلا. فأكو سيستم هرمونات يعني الكورتيزون هو من ضمن مكونات الجسم. بس أنا داخله هسا من الخارج. بالطريقة غير مدروسة. فرح يؤثر على هواية جوانب بالجسم. أحدها هي التصبغات اللي تكون بعد الاستخدام الغير مدروس لهذه الخلطات. فهاي نقطة كلش مهمة يعني أتمنى يعني. هو صعدين عنها الخلطات. بالضبط. يعني أتي. شون نصير طريقة الترويج إليها غالبة. مثلا شخص يستخدمها واحد راح ينبهر بنتيجة. فعلا بنتيجة. بالأول بنتيجة. بس هو راح يدمن عليها. بطبط. حيظل يستمر يطلب يعني شي تجاري. بطبط. حيظل يطلب يطلب في حال إنه هو حس بشرتك تست تركها. صار عنده مشاكل حبوب تصبغ آثار أحمرار. بضبط. مو بس هي شي. راح تكون البشرة يصير بيها ترقق. تصير كلش رقيقة. فعلا. تظهر بيها الأوعية الدموية تكون همينا ظاهرة. صار إحمرار. ممكن يعني تأدينا الداء الوردية همينا. فيعني جدا خاطئ هذا الاستخدام إليهم. طيب. خلينا ننتقل إلى سؤال جدا مهم. الأكل. ونوعية الأكل اللي إحنا ناكله يأثر على بشرتنا. يعني مئة بالمئة أكيد هذا الشي. يعني هي حتى عندنا شي معروف أنه مثلا زيادة الوزن تأثر على الصحة بشكل عام. فعلا. فزيادة الوزن غالبا بسبب طبيعة الأكل اللي إحنا ننتله. نعم. فممكن تأدي إلى تكيوس المبايض. التكيوس ممكن يسبب لي حبوب. ممكن يسبب لي تصبغات. مم بس بالوجه. يعني إذا أحكي بشكل عام بالجسم. فعلا. ممكن تصبغات بالرقبة بالأماكن الحساسة. حتى اللاحظ أنه لون البشرة من منطقة لمنطقة للجسم تختلف. نعم. فهذا كله يحكم وهمين طبيعة الأكل. يعني كل شي يفرق حتى بنظارة البشرة. يعني مو بس إنه كمشاكل معينة. نحن لنسبة عن نشرب مياه هواي. أكيد. المياه زيال الكوشي. أكيد. المياه لأ يعني هذا نقطة يعني ما عليها خلاف. نقدم نبتعد نقول عن الحلويات. حلويات. نقلل من البهارات. الفاست فود. يعني هسا أنا واحدة من الناس. المشكلة مالتي أنه أنا عندي هواي شوض. هواي يدوم. صحيح إحنا نعاني. بالضبط. يعني شون رح نوازن إنه شون رح ناكل. يعني الشي السهل بالنسبة إنه أنا أطلب لي. بس يعني أكون نقدر يعني نوازن بهاي. أوكي أكل مرة بالأسبوع. أوكي فاست فود. بس البقية لازم إحنا ندبره بعضنا يعني. ندبر بعض. أكيد هيا بالتالي بشراتها لازم تهتم بيها. بس الفاست فود ما يقاوم. هو شي غلط استعودنا عليه. بس يعني نحج مننا. والسويت هما نقدر بدوني. بس يلا مرتين بالأسبوع كل ما يشكال. غيرت الهمور. مرتين بالأسبوع كل ما يشكال. بقي كل أسبوع لأصير أوبر. باش أواتنا تندمر. طيب دكتورة خلينا ننوح عن أهمية واقع الشمس للبشرة الجافة والدهنية. تمام. وكل جد ممكن الشخص يجدد عندنا واقع الشمس. لأنه المتعارف عليه بعد كل أربع ساعات أنه لازم تجددها. طيب أنا بالدوام حاطة ميك أب. كيف سأجدد؟ أجدد فوق الفاونديشن يعني رح يشتغل. لو أمسح الفاون. نعم. في الحالة يعني كل الميك أب رح يتغيب. تصعب الأمور. تصعب الأمور جدا. ضحيح. ضحيح. بالبداية إحنا لازم نستخدم واقع الشمس اللي هو قبل الميك أب. هذا منتهي من عندهم. هذه الخطوة أساسية. بالضبط. نعم. لكل أنواع البشرة. نعم. ليس مثلا أنا بشرت دهنيها الدهون رح تحميها. لا. لازم أستخدم آني. لازم. تمام. بعدها الأشخاص اللي شغلهم بشمس هلازم يجددون كل ساعتين. يعني مثلا عندش المهندسيين. يعني أي شخص شغله يتضمن أنه هو بالخارج. يعني بالخارج. بالضبط. فهذا لازم يجدد كل ساعتين. كل ساعتين؟ بالضبط. نحن داخل المكاتب والبنايات كل أربع ساعات يكون كافي. ويصير على الميكاب ونجدد الواقع؟ نحن نأتي إلى هذه الفقرة. هناك طريقتين كتجديد للواقع الشمس. التي تكون سبري. أو سبري. ستك أو سبري. تكون فوق الفونديشن. فوق الميكاب. كل شيء عادي. ما يأثر. ما يأثر. ونجدد الحماية. نحن السبري أو الستك لا نستخدمها كحاجز وقاية أول. نحن لازم نستخدم ذلك. يعني شيء تكميلي. بالطبط تكميلي الواقع الشمس كتجديد فقط. طيب أبر النظارة لها عمر معين والأشخاص يستخدموها؟ تمام. يعني من أي عمر الشخص يبلش يحقن أبر النظارة؟ نحن مبدئياً من نسوي إجراءات تجميلية قبل عمر 18 سنة. نعم. أوكي؟ سواء أبر نظارة أو غيرها. هذا ضمن الأخلاق من الدرما رول. أوكي. ممكن بخطوات غير صحيحة. تمام. بعيد. بالنسبة للدرما رول أو الدرما بين. هناك حتى درما بين يستخدموه بالبيت. بالمنزل؟ أكوهي شحات. أنا شايفة أي. هو كمبدأ المالته أوكي حلو يجدد الكولاجين بالبشرة. بس إحنا عندنا مسألة التعقيم. تمام. هذه كل مهمة ممكن تسبب لي مشاكل. لازم يتعقم طريقة معينة ينحفظ بمكان معقم. وهذا صعب لأن إحنا بالبيت يعني. صحيح. وجو يعني مو دائما نظيف. بالضبط. عندنا أهمينا الوقت. مندير. بالضبط. العمق هاي هي مسألة. المسألة الثانية إنه ما يصير يومي إنه واحد يستخدم هذا الشيء. يعني ممكن أنا أحتاج مرة بالشهر. أوكي؟ حسب الحالة. ليش لأن هذا حاجز البشرة أنا دا شون يعني. كسرة. بالضبط. فيعني لازم نكون شواعي من هذه المسألة. خطوة خطرة. والمواد اللي أنا أستخدمها هي درما رول. ممكن يعني مواد تسبب لي شون تهيج بالبشرة. لأنه إحنا خلينا البشرة معرضة إليها بشكل زايد. مثل. فيتامين سي. فيتامين سي. الريتينول. اللي هو الفيتامين أي. فهي كلها مواد تكون شرقة أولية. بعض أشخاص تحسسون من عنده. بالضبط. يعني أقول بلأ. هاي الخطوة أحسن يعني. طب خلي شوية نوه على الثلج مشاهدينا. أهمية الثلج للبشرة. تمام. البعض يقول أنه حتصير ردة فعل للبشرة ممكن تأذيها. والبعض يقول أنه حيط يشد ويقلص المسام. تمام. الثلج هو يعني برودة كلها قوية. تمام. البرودة اللي كلها قوية ممكن تأذي البشرة مثل ما الحرارة تأذيها. والدليل إنه إحنا نحس بحرقة لما نخلي. صح. فأني أفضل إنه شو نسوي. يعني نخترب مي ممكن بارد. ممكن بارد أفضل مما أنه ثلج شي شي دايركس. ممكن مثلا أوكي أخلي ثلج بس الفترة قليلة يعني. يعني ما ألح على جهي. اللي هو اللي شد الرالة اللي تكون نحطها بالثلج. برض برض. يعني دور الدموية. وردية وردية. حتى الشعور مالتها حلو. بس إنه مو هي شي ثلج دايركس والفترة طويلة. الرول أو مي بارد. يعني كم ثانية؟ يعني ممكن خمس ثواني بكل جهة كل شي كافي. بعد هذه الحلقة تجيبوا طاسة الوجو خلو وجوكم بي. خمس ثواني. خمس ثواني مو أكثر. موضح تقول. دكتورة زينب حسين شكرا إليش معلومات القدمتيها إننا ومشاهدينها. طبعا موضوع جدا مش عب بعد عندنا البشرة المختلطة والبشرة الجافة. ديوم كان موضوع مختصر وشوية ركزنا وصرنا حيازية. غشرت غشرت. غشرت دهني. غشرت دهني. غشرت دهني. غشرت دهني. غشرت دهني. غشرت دهني. شكرا إليش مرة أخرى. إذا مشاهدين أكيد مكمي باقي فقراتنا لكن من بعد الفاصل ومستمرين وياكم أكيد من بعد الفاصل بعد مشاهدنا الدكتورة والنصاح القدمتها إنه اللي تخص البشرة طبعاً من المواضيع اللي جداً مهمة ولازم تركزون عليها مشاهدين ويا بنات اللي هي الخلطات اللي تتعرض لمواقع التواصل الاجتماعي واللي يتم عليها الترويج الخاطئ فعلاً أنت تشوف النتيجة مثل ما تفضلت الدكتورة تشوف النتيجة عليها بالأول لكن احتي لما تركيها الأحمرار والتصبغات والحبوب كلها راح ترجع لك فاختاروا المنتج الطبي اللي يكون بوصفة طبية من طبيب جلدية واصفة التي لا تستخدمها أغلب أطباء الجلدية احنا بنروح نزورهم ينطوك أوقات معينة لكل كريم ينطوك يا يعني خيري بالثواني وذا لحظة نسوي جلسات بالمراكز يعيرون المنبه لأنه ثانية واحدة تفرق عندنا بالمراكز وهذا للصباح وهذا للمساء بالضبط وهذا للعصر وهذا لا يوجد شيء ما يتفاعل يعني أكو بها تفاصيل مثلاً ما نقدر نحطها ونطلع عين الشمس راح تتفاعل عندنا بالتالي راح تسبب لنا مشاكل أكثر حتى الضوء أهم يأثر الضوء صحيح يعني ممكن أهمياً أكو كريمات ممكن مثلاً مو بوقت النهار مو بوقت الشمس صحيح وكذا تعرضت للشمس أنه تعكس يعني شيء بالضبط وأغلب البنات يجهلون أنهما قاعدين بالبيت حتى ما نخلي واقع الشمس الحرارة حتى وإحنا دا نطبخ بالبيت أو تعرضنا أو بالشتة مثلاً متقربنا عصابة هاي كلها حرارة هاي كل الحرارة بعد الشتة ما إجه عوفينا سمارة مرتاحة أنا أحب الشتة تحبين الشتة لأن البشرة بتورد ترتاح بس ها بالشتة أكيد عندنا مواضيع حتكون جداً حلوة وشيقة اللي تخص البشرة أكيد الله كريم طيب اليوم استبرق أم سويتنا فقرة كلش حلوة اللي هي البلازمة وأهميتها أكي أكو بلازمة مفعلة اللي هي مدعمة بالفيتامينا وأكو بلازمة تكون فقط بلازمة الدم اللي هي بعد ما يتم سحب الدم يفصلون المادة البلازمة إذا كنت شخص هيلثي وما تدخن فأنت حتستفاد من البلازمة الشباب والنساء طبعاً يسووها للشعر والبشرة صحيح عندنا البلازمة إذا كنت أكلك مصحي نومك مصحي نفسيتك تعبانة فممكن حتستفاد منها كلش قليفة إحنا هنانا مضطرين وهي خبيرة البشرة تدمج إليك أو تدعمها بالفيتامينات مجموعة بالفيتامينات نعم طبعاً عندنا نحن وجهها مواضح فأبين عليها البلازمة كلش حلوة كلش حلوة طبعاً أنا دائماً أسويه بين فترة وفترين أحس عليه نظارة تحسين الوجه يرتاح يتنفس أكثر صحيح أكثر البلاز الوقت تطني الشي اسمي الهايلايت مع الوجه يضو يضو كلش موم الواحد يتم بشرته كلش موم الواحد يتم بشرته كلش موم الواحد يتم بشرته وكلش مهم هاي المواضيع أن نسويه بس يعني أكوناس تجهلها فأحنا أكيد نتنبههم أكيد إحنا حريصين بكل فقرة وكل حلقة وكل ضيف ينورنا ناخدنا المعلومات الصح كل مشاهدينا حتى يستفادوا من عندها لأنه أكو بعض الأشخاص يخافون من الحقن يعني هو الوجه إحنا لو نعبيه بالفلر مادة الهايلونيك أسد للأشخاص بعض يخافون يقولون إحنا هيتغير شكلي أنا رجلي ما يقبل أنا أهلي ما يقبلون أنا ما أحب أغير مرسمة شكلي بس عندش عبر النظارة رح تغير شكلتش للأحلة وهي مؤقتة 15 يوم ورح تنزل عندنا الابرة أخونا عبر النظارة متغير ملامح بس رح تغير ملامح ممكن تضطي فوليوم بعض أبر النظارة تضطي فوليوم تضطي الأول أيام أو الأول ساعات نحن نقول الورب الورب مجرد ممكن بس نحن نقدر نقول كاملة محين ما راح تغير مجرد تنطينا نظارة أكثر بس هتغيرت بين قلويت بين اللمعة بين الوجه إيه؟ تضطينا نظارة بالضبط بس ما تضطينا تغير لي إشي طبعا ما حتغير من الشكل بس مجرد نظارة وصح إذا خلونا ناخد فقرة تستمرق ونشوف والعنى نظارة اللى عندها بالبشرة واللي لازمة اللي يصوتها احنا وياكم مشاهدين واكيد راجعي مرحبا بجميلات برنامج نفاني اكيد مثل معاوتتكم لازم ضروري نهتم بشرتنا او شعرنا او كل شي نهتم بيه اليوم راح اسوي نظارة البشرتي ويا خبيرة البشرة زهراء سهلا حبيبي نسمة تعرفوني بلوتات نحن نحب نهتم بشرتنا فاليوم اريدت شوية اخذ معلومات عن البلازمة ماليوجيب اكيد في فترة الصيف سيكون اكو جفاف بالبشرة فيفضل انه نأتني بيها من خلال انه نسحب دم ونفصلة وبعدين نحقن البلازمة المفعلة بالمواد الخاصة مالتنا وتحقن كل شهر او كل 21 يوم هذا يفيد هيقتلش خصوصا بالصيف بسبب الجفاف ثانيا ينطي نظارة للبنات اللي عندهم مناسبات اللي يعرسهم قرب ينطي كلش نظارة حلوة للبشرة تمام زيني سرقة يعني عادة حفى ذنوة الحامل انه سوى عادي ما بيها اي اضرار لان هذا الشيء من عندك وإنك يعني اصحب من الدمج وارجع نطيك ومفت شيء مضر طبعا يفضل انه اللي بنيت تكون مسوية تنظيف بشرة قبل الحقن هلشي نطي نتائج بعد احسن واضر قلنا انه خصوصا للبنات اللي عندهم مناسبة قريبة تفضل انه تحقن قبل اسبوع لانه مو كل البشرة يعني تكون مشابهة لان اكو بشرة يمكن شوية يصر بيها ازرقاق فيفضل انه تحقن قبل اسبوع انه للاحتياط واكو بشرة لا ما يبين عليها اي شيء البلازمة طبعا هي بيها انواع هواية احنا نستطيع نحقن البلازمة المفاعلة اكو عندنا البلازمة البايوجينيكس اكو البلازمة الايطالية اكو البلازمة الماتريكس هاي كلها تختلف مكوناتها نقدر نحقنها للوجه ونقدر نحقنها ايضا للشعر يعني البنوتات اللي يصر عندهم تساقط بالشعر وحتى الرياجيل يعني اتفيد كلش استوي لي لمعة بالبشرة وترطيب طنطيني كلش عميق خصوصا للبنات اللي بشرتهم جافة من بعد ما خلصنا الحقا الستة استبرق عشد ايديش هم تقذيتي هواية لا 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 انا كلش بسيط عادي فاتش اي اي الم بسيط هواي ممكن الم الابرة النغذة بس عشد ايديش حبيبي حبيبي مليون عافية طبعا كلش حبيته عشد كلش خايفة خاف اكو الم بس الالم كلش بسيطة عادي او اي واحد يتحمله طبعا انصح اي بنيتي لازم ضروري تسوي نظارة بشرتها وتتمي بشرتها اكثر طبعا اكيد اشكر زهراء حبيبي تتللين مليون عافية انتظروني في فقرة قادية الى اللقاء واكيد رجعنا لكم بعد الفاصل وشوفنا فقرة استبرق عن بلازمة عشد ايديش ايديش عشد ايديش طبعا النظارة كلش حلوة وحتى الخطوات ما حسيت ان انتي تقلمت اثناء الحقن يعني بالبداية مخدر وبعدين حتى النيدل ما تكون كلش بسيطة بسيطة وظهر مالتنا فهم تطي شدوا نظارة البشرة نقص الحديد كلش يأثر كلش يأثر على بشرتنا مكمل شي مكمل شي لا تقول لي لاني سوت ابرة نظارة واعتمدتها وصرت بشرتي حلو طبعا اكيد مو من اول مرة لازم واحد بالاستمرارية بالاستمرارية سيشوف نتيجة اكتر ولهذا سيلاحظ دارنا نستبرق تستوي بين فترة وفترة بلازم فلاحظ وجهة دارة نظر عاشت ايديش على الفقراء الجنن شكرا لكم صبايا طبعا والضيوف اليوم من نورونا وحصلني كثير من المعلومات كم هائلة من المعلومات وصراحة بالنسبة لي جدا استمتعت واستفادئت وان شاء الله انتم هم استمتعتوا ويانا شكرا انكم بنات مرة اخرى بالتأكيد نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعة وشكر خاص للكادر خلف الكواليس وما انسى اشكر مركز روما بيوتي جروب اتيحوا ان الفرصة نقدم لكم رحلة الجمال لهذا اليوم وانتم تغضرونا بحرقة قدمة مع الاسلامة باي باي